في شأن الرياضي توج محمد العرفوي بطل العالم في رياضة الكيكا بوكسينج بعد فوزه على الفرنسي مونسيل دينيس كما فازت حنان القروي بلقب بطلة العالم على إليس أونداز وتوجل تونسي سيف الدين بن بلغيسم بطل لإفريقيا بعد فوزه على المالي بابا في السهرة العالمية اللي احتضمتها القاعة المغطاة بيكبلي تحت شعار القلعاوي ثلاثة لانتظمة البرح في الليل دم نظم الدورة العالمية في ولاية كبلي عنا فيها تسعة مقابلات ثلاثة لهوت وثلاثة محترفة وثلاثة على الأحزمة اللي هي فيها زود بطولة عالم وبطولة إفريقيا لأول مرة في الجنوب سبع عاما وولاية كبلي خاصة هذا اليوم إن شاء الله حفل رياضي للاحتصاص الكيكبول سينغ ويلاء على بطولة العالم عنا محمد العرفاوي ينضم لجمعية المستقبل هذه قلعاوي وحنان القروي بيش تلعب على بطولة عالم فول كونتاكت سيف الدين بيبي قاسم يلعب على بطولة فريقيا صفات فرو معناها عنا ثلاثة ريانات ثلاثة مرات إن شاء الله بيش يكون عالم تونس عالي يرفرب في التظاهر هذه اللي فيها تقريبا ستة دول مشاركة بطولة عالم بيتم معنا الكلمة شرفنا البلاد هزين الدراب والفوق فما برشا نيس وصلتنا للحكاية هذه فما برشا نيس أمنت بالمجهودات متعنا بالإمكانيات اللي عنا حمدوله ما فما حد شيء ذا عخزارها حمدوله اللي فما حكاية حلمنا بها وما كنش في البلاد هزين نمنوا اللي فما حلم يتحقق لكن الحمدوله كل شيء يتحقق بفضل مجهود برشا نيس اللي بيش نقع دحياتي يقول نشكر فيهم واحد واحد الحلم الذاية هو اللي شايخني اليوم والحمراء انا فرحان برشا 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 حب نقول الناس الكل اللي بالرسم يا راني عقوى فرحة في حياتي شاختها أنا يعني مش عتازلت بطلت يعني جات فترة بطلت بطلت من الافريك من دوميل كاتورز كعملت الافريك وليتريني في المنتخب الساف جديد والمكتب الجديد بتاع الجامعة عطاني فرصة اني نرعف تيتر مونديالة ذاية كان ثقتهم كبيرة على الأخر فيها والحمد لله يعني بالخدمة بالاكسبريانس بكل شيء ما خيبت لهمش اظن وان شاء الله مرة جيد زي تسعودوا تشوفوا هذين اوالله من حسن الى حسن بفضل انترينيارة عامل هاتي وبفضل الناس كليني حصلت على هذا حصلت على هذا التستير وكان وعد وبالأخبار رياضي هيدا نكونوا سنة مشاهدين لهاية نشرتنا الإخبارية نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد إخبارية قادمة في لامن اشتركوا في القناة